فقرتنا تغريدة رشا عصفور عندها تفاصيل أكثر وتغريدات فيما يتعلق بآخر الأخبار رشا صباح الخير الله يصبحك بالخير فخر و الله يصبح جميع المشاهدين بالخير والهناء والسعادة بالتأكيد لدينا مجموعة من الأخبار التي تناولتها مواقع السوشال ميديا بمختلفها رح نبلش أنا وإياكم بأول خبر لليوم وهو نشرت وزارة التربية والتعليم نظام جديد لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2016 وجاء إقرار النظام بعد موافقة مجلس الوزراء عليه ووفقا للنظام الجديد فقد تم تحديد موعد بدء اجراء امتحان الثانوية العامة في الأسبوع الأخير من شهر أيار من كل عام مرة واحدة ومن أهم مميزات هذا النظام أنه أتاح عقد دورة تكميلية لطلبة الثانوية العامة التوجيهي في شهر آب من العام نفسه ما يمكن الطلبة من الالتحاق بالجامعات قبل بداية الفصل الدراسي الجامعي الأول وللحصول على تفاصيل أكبر يمكنكم طبعا الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي بالمختلفة أيضا اعتذر اليمن رسميا عن رئاسة القمة العربية المقبلة لتأول الرئاسة إلى الأردن ومن المقرر أن تعقد القمة العربية المقبلة في دورتها 28 في مارس آذار المقبل وينص ميثاق الجامعة العربية على أن تعقد الدورات العادية لمجلس الجامعة على مستوى القمة في مقرها بالقاهرة ويجوز للدولة التي ترأس القمة أن تدعو إلى إقامتها بها إذا رغبت في ذلك وتأول رئاسة القمة العربية المقبلة بعد اعتذار اليمن إلى الأردن وفقا للترتيب الهجائي للدول الأعضاء بالجامعة ثلاثة دنانير فقط لا غير هي قيمة فاتورة كهرباء الجامعة الهاشمية في الزرقاء خلال ثلاثة أشهر حزيران وتموز وآب وفق ما أعلنه رئيسها الدكتور كمال بنيهاني خلال الاجتماع الدوري لرؤساء الجامعات الأردنية والذي أقامته جامعة اليرموك في رحابها وترأسه وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي ووفق بنيهاني فإن مشروع الطاقة الشمسية الذي افتتحته الجامعة في حزيران من العام الجاري أثبت نجاحه ما يفترض أن يشكل حافزا للجامعات الأردنية كافة لتدرس إمكانية إنشاء مشاريع نظيرة له وأكد بنيهاني أن قيمة الوفر الشهري بفاتورة الكهرباء تتجاوز 200 ألف دينار بقليل بعد أن كانت الفاتورة السنوية للجامعة تتجاوز 2.5 مليون دينار لافتا إلى أن الوفر السنوي تحقق بثلاثة أشهر يغطي ما نسبته قرابة 20% من كلفة المشروع هل يعتبر تأخر الهطول المطري هو استثنائيا مع دخول فصل الخريف منذ ما يقارب 26 يوم والذي عادة ترافقه هطولات مطرية قد تسجل خلال فترة الخريف كاملا ما نسبته 25% من الهطول المطري خلال فترة الخريف 25% من الموسم المطري الكلي إلا أن أيام فصل الخريف التي مضت حتى اليوم ما تزال جافة وغير ممطرة وحول إذا ما كانت هذه الظاهرة اعتيادية من حيث انحباس المطر خلال الفترة الماضية قال مدير دائرة الأرصاد الجوية المهندس محمد سماوي في تصريح أنه وبالرغم من تأخر الهطول المطري خلال هذا الموسم في شهر تشرين الأول إلا أنه لا يعتبر حدث استثنائي أيضا أكد مدير دائرة عمليات النقل في أمانة عمان المهندس عبد الرحيم لوريكات رفع أجور النقل اعتبارا من بداية الشهر المقبل وبنسبة قد تصل إلى 10% وبيّن لوريكات للرأي أن دائرة النقل في أمانة عمان وهيئة النقل البري أجرتها دراسة بيّنت وجود ارتفاع في الكلف التشغيلية لوسائط النقل العام وبنسب متفاوتة جراء ارتفاع أسعار المحروقات في الآوينة الأخيرة ما قد يعرض مالكيها إلى خسائر مالية نشرت صحيفة في اليابان وهي صحيفة اليابان الاقتصادية تقريرا خاصا عن السياحة في الأردن ومساعي اجتذاب السياح من دول آسيوية مثل الصين وكوريا الجنوبية بتوسيع حملة الدعاية في تلك الدول لإظهار المنتجعات والمواقع السياحية والأثرية والدينية العريقة التي كانت مهدا للحضارات القديمة في الأردن وذكرت الصحيفة أن الأردن يتمتع بالاستقرار والأمن والتقدم الاجتماعي وبأنه يتطلع إلى أسواق سياحية ناشئة في آسيا وتعتبر السياحة مصدرا مهما للأردن الذي يواجه تحديات اقتصادية رغم استقراره السياسي وتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة إلى أراضيه منذ عام 2011 ووصل عدد اللاجئين إلى 1.5 مليون لاجئ حيث يستضيف الأردن أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بغيره من الدول بحسب مكتب الأمم المتحدة للاجئين هندي مهووس بجمع لوحات السيارات والمعروف بأبو صيح هذا الرجل الأعمال الهندي يسعى إلى امتلاك لوحات السيارات صاحبة الأرقام المتميزة مهما كان الثمن الذي سيدفعه مقابلا لها فهو لا يمانع دفع مليارات الدولارات حتى يحصل على اللوحة التي يريدها ومن تصرفاته الغريبة لهوسه بلوحات السيارات أنه دخل مزادا على لوحة سيارات في دبي تحمل رقم دي فايف وحصل عليها مقابل 9 ملايين دولار في المزاد الذي بدأ بـ 5.4 ملايين دولار غردت الفنانة أصالة عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر بتغريدة تطلب فيها من جمهورها تحليل أغنيتها هدوءك مؤكدة أنها ترى أن الأغنية خيالية وكتبت أصالة أني أنا اليوم عم بسمع هدوءك ولقيت بنتي كمان بالسوري ولقيت بنتي كمان عم تسمعها وقلت أسألكم شو تحليلكم لهدوءك اللي تقريبا هي أغنية خيالية وأيضا آخر خبر معانا لليوم فني نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجم صورة على حسابها الشخصي أنستجرام وأكتبت عليها أحب أن ألعب مع ابنتي ألعابا تعليمية كونها مفيدة لتنمية عقلهما مهارتهما ونموهما العاطفي هاشتاغ أمومتي أندرسكور مشواري وبهيك بتكون أبرز أخبارنا على مواقع السوشال ميديا إن شاء الله تكون عجمتكم أخبارنا اللي اخترنا لكم ياها لليوم وعودة لزميلي مشحم صباح الخير مشحم